حولي الموضوع معي عبر الأكمال الصناعية من العاصمة الأردنية عمان خبيل اقتصادي مازن أشيد مساء الخير أهلا بك معنا سيد مازن عندما نتحدث عن موضوع صادرات المنسوجات وموضوع عقوبات جديدة حزمة ثامنة إلى أي درجة هذا اقتصاديا بالأرقام سيردع كوريا الشمالية يعني بالأرقام على الورق خلينا نقول سوف من المفترض أنه يشكل ضغط كبير على كوريا الشمالية وعلى اقتصادها يعني المنسوجات يعني احنا بنعرف أنه ربع دخل كوريا الشمالية من التجارة هو عبارة عن صادرات تقوم بتصديرها إلى الخارج عبارة عن منسوجات وقد تذهب معظمها إلى الصين بشكل عام أيضا يعني هناك احنا بنعرف أنه فيما يتعلق بحذر التعامل من خلال المصارف وغير ذلك من أمور وحتى تحديد سقف معين للواردات التي تدخل إلى كوريا الشمالية لكن احنا بنعرف أنه كل هذا يواجه أيضا تحديات فيما يتعلق بتطبيق كل هذه الأمور لأنه احنا بنعرف أنه الصين هناك تحدي من طرفها في قدرتها على تطبيق ما تم فرض عليه من عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا أيضا يعني احنا نتكلم عن الصين لاحظنا أخبار كانت تتوارد قبل قليل بأن الصين قامت ببلوك صينية تابعة للحكومة الصينية تتحدث عن وقف التعامل مع كوريا الشمالية لكنهم يتكلمون عن العملاء الجدد وليس عن العملاء الموجودين حاليا وفي نفس الوقت لما نتكلم عن روسيا حتى لو الصين احنا بنعرف أنه كل صد واردات ما تستورده كوريا الشمالية من النفط تأتي من أغلبها من الصين تحديدا ويمكن تعويض هذا الحضر من خلال شركات روسية غسيل أموال الشركات وهمية وغيره ذلك من أمور ونحن بنعرف أن روسيا لها تاريخ قوي وكبير فيما تعلق بالالتفاف حول القوانين والعقوبات وغيره حتى روسيا نفسها يعني يوجد عليها عقوبات غربية كوريا تقصد أن تقول بالالتفاف روسيا هي لعليها عقوبات ولديها القدرة في المناورة واستخدام نفوذها في المنطقة من أجل تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بما أنه أيضا روسيا مش محبة في كوريا الشمالية ولكن ورقة يتم طرحها سياسيا من أجل تخفيف العقوبات على روسيا ووضعها الإقليمة مع أوكرانيا وغيره ذلك من أمور أضافت إليها بورقة يعني تلعب بها مع الولايات المتحدة بإضافة للملفات الأخرى ملف أوكرانيا ملف سوريا بالتأكيد يعني لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة نحن نعرف بما أنه هناك عقوبات تم فرضها على روسيا منذ أكثر من ثلاثة سنوات عشان موقفها فيما تعلق بالإقليم مع أوكرانيا وكل ذلك من أمور فهي أيضا تستخدم نفوذها في سوريا أيضا وتستخدمها كورقة يمكن استغلالها فيما تعلق بتخفيف العقوبات على روسيا تحديدا الآن كوريا الشمالية مثل ما ذكرت قبل قليل ذكرتي قبل قليل فيما تعلق بنوعية العقوبات نعم هي عقوبات مهمة على الورق لكن آلية تطبيقها وقدرة المنطقة على التطبيق هذه نحن نعرف أنه جيرانها للأسف هي الصين وروسيا جيران كوريا الشمالية هي الصين وروسيا وهما يعني لا يبدو بأنهم سوف يقومون بتنفيذ هذه العقوبات الجديدة لا يمكن أن نشهد أو نتوقع ضغوطات أكبر بواضحة فكرتك طبعا يعني واشنطن الجمعة أعتقد طلبت بتجميد أموال زعيم كوريا الشمالية طلبت هذا بمجلس الأمن إلى أين ممكن أن نذهب؟ ميركل مستشارة الألمانية تحدثت عن ضرورة تطبيق نموذج إيران بعد اتفاق نووي 2015 مع كوريا الشمالية اليوم أي السيناريوهات هو الأقرب للتحقيق بالفترة المقبلة؟ صحيح يعني تتكلمين عن ضغوطات على الرئيس كوريا الشمالية عن أمور أخرى هناك أيضا مسؤولين أمريكيين وقبل قليل الحقيقة أنه هناك أيضا ضغوطات على الصين نحن نعرف أنه مثل ما ذكرنا معظم الأصدرات كوريا الشمالية من المنسوجات تتجه إلى الصين ونفس الوقت معظم إحتياجات كوريا الشمالية من النفط وسواء المكرر أو الخام تأتي من الصين وبالتالي الضغط على الصين تحديدا لا يمكنني أن أجزم بأن الصين سوف تتجه إلى تطبيق هذه الأمور هي سوف تظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تقوم بما عليها من التزامات لكن في نفس الوقت نرجع نتكلم عن روسيا لأن هناك أحاديث وقرأة تقارير الحقيقة ليس فقط وليدة اليوم ولكن خلال الأشهر الماضية واضح أنه أيضا روسيا لديها قدرة على اختراق هذه العقوبات الجديدة وتحاول تستفيد أيضا اقتصاديا حتى هي تحاول لأننا هناك أيضا عقوبات على روسيا هناك حضر على نفطها ولكن رغم ذلك هي تقوم بإنتاج كمية وافرة من النفط طبعا هو على علم بطرق الالتفاف كيفية الالتفاف على العقوبات إن كان من روسيا أو من غيرها مع من ممكن أن يتعاون الضغط الذي يمكن أن تقوم به أيضا اليابان نتحدث عن ثالث اقتصاد عالمي هنا إلى أي درجة هكذا بدعم من دول إن كان اليابان كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة ممكن أن يساهم بهذه الأزمة أولا اليابان وكوريا الجنوبية لا توجد هناك علاقات تجارية مع كوريا الشمالية منذ سنين منذ تقريبا من 2006 و2008 نتكلم على مجددا الضغط على روسيا والصين العلاقات مع جيرانها الأخرى لا تبدو بأن هناك أوراق جديدة تستطيع الولايات المتحدة وحتى المجتمع الدولي الضغط عليها اليابان لا توجد إحنا قرأنا الأرقام قبل قليل في مطلوب اليابان لا توجد علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ولا توجد كوريا الجنوبية علاقات طفيفة نتحدث عن أمور لكن الأرقام حتى اللي ذكرتوها في تقريقهم قبل قليل معظمها مع الصين تحديدا وإذا كان هناك أي خلل سوف يصيب هذه العلاقات التجارية مع الصين ومع كوريا الشمالية بتوقع أن روسيا سوف تدخل إلى الخط وتعوض كل هذه الأمور التي تشكل ضغط على الصين تحديدا أنا أشكرك جزيلا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأدنية عمان خبيل الاقتصادي مازن أرشيد